ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين دخلت كوريا الشمالية لإجراء محادثات بشأن الأعداد للقمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على الترتيبات قوله إن السفير الأمريكي السابق في كوريا الجنوبية استدعي من منصبه الحالي في الفلبين للإشراف على الاستعدادات